يعني حدثينا أكثر بشيء من التفاصيل من هي إنعام العبيدي ولماذا رفضت وما حقيقة المخاوف البرلمانية من أنها قد تكون رفضت بسبب أنها يمكن أن تغطي على ملفات فساد لها علاقة بوزير التجارة بالوكالة يعني حقيقة أن هناك الكثير من الحديث قد تم تداوله في أروقة الكتل السياسية بأنها ابتداء لا تمتلك الاختصاص الذي يؤهلها أنا حسب ما سمعت وحسب ما وزع علينا سيبي ذو اختصاص يتعلق بالتربية الأمر الآخر لدى ممثلي أعضاء مجلس النواب بأن الكتل السياسية عفوا بأن زوجها كان يعمل مدير مكتب للسيد أسامة النجيفي وبالتالي التجارة والدفاع سوف تذهب إلى جهة واحدة وهذا هو الخلاف الذي كان في مجلس النواب أما إخفاءها لملفات التجارة أو غيرها أنا أعتقد لا يمكن أن نسبق الأحداث ونتهم بأنها ممكن أن تخفي أو لا تخفي